تطلق الكويت اليوم خطتها التنموية ورؤيتها المستقبلية لكويت جديدة حتى 2035 في مؤتمر يشارك فيه جميع أعضاء الحكومة لعرض محاورة للخطة نشاهد الآن هذه الصور المباشرة التي تأتينا من مقر إقامة هذا الحدث وإطلاق الرؤية كما يعني يشار أن الرؤية تهدف لكويت جديدة إلى تحويل الكويت إلى مركز جاذب لاستثمار يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي كما يقوم بتشجيع روح المنافسة ورفع كفاءة الإنتاج في ظل جهاز مؤسسي داعم وتعمل الرؤية على تحقيق التنمية البشرية المتوازنة وتوفير بنية أساسية ملائمة وتشريعات متطورة وبيئة أعمال مشجعة إذن هذه الصور المباشرة التي تأتينا من مقر إطلاق طبعا رؤية الكويت 2035 من مركز الشيخ جابر الصباح الثقافي الذي افتتح العام الماضي وهو تقريبا أكبر مركز ثقافي للاحتفالات طبعا في الكويت سننتظر أيضا كلمة رئيس الوزراء الكويتي في إطلاق هذه الرؤية ولكن الآن معي من الكويت الكاتب والباحث السياسي سيد محمد السبتي أهلا بك سيد محمد معنا في ستاينيوز عربية سيد محمد قبل البدء طبعا في الاستماع إلى رئيس الوزراء الكويتي في حديثه عن هذه الرؤية أريد أن نستمع ما توقعاتك بالنسبة لهذه الرؤية ما الذي تريد تحقيقه وما المرجو منها أيضا يعني لعلي هنا لا أتكلم عن رأيي شخصي فقط لكنني أتكلم عن مزاج عام داخل الشارع الكويتي عن رأي عام داخل الشارع الكويتي لا أقول سرا ولا أبحث سرا إن قلت أنه لا أحد يتفائل بمثل هذا الانطلاق كلنا نأمل أن تنجح الحكومة في إنجاز ما يمكن إنجازه بهذه الخطة وإن كان كثير كذلك من الباحثين التنمويين ضد تلك الخطة الطويلة المدى إذ أنها أبطلت منذ الألفية فلا خطة طويلة المدى لمدة 35 سنة هناك رؤى هناك قيم أما الخطط فالعالم كله يعمل على خطط قليلة ومتوسطة المدى الكويت أو الشارع الكويتي المراقبيون السياسيون يعتقدون أن الحكومة لعلها لا تستطيع غير جادة في إنجاز مثل هذه الخطط أنا يعني تختلط هنا أماني برؤاي السياسية لكن هذا الواقع لا نريد أن نجلت ذاتنا ولا نريد كذلك أن نقدس ما لا ينبغي تقديسه يعني سيد الفاضل مشاهد الكريم حتى لا نتهم بالتشاؤم هذه الخطة أقرت سنة 2007 2008 صادق مجلس الوزراء على خطة المجلس الأعلى للتخطيط كانت الخطة تسمى خطة الكويت 2030 أو 2030 باعتراف المجلس الأعلى للتخطيط كانت هناك تسع خطة داخلية لإنجازها خلال هذه الفترة أقر المجلس بفشل كل هذه الخطة عدا ثلاثة تم إنجازها لا أريد أن أكون متشائما ولا أنقل تشائم الشارع الكويتي لكن هذه صورة يبغي أن تكون واضحة اليوم هناك طرح جديد من قبل الحكومة المجتمعة وللعلم هذا الطرح كذلك من قبل المجلس الأعلى للتخطيط كذلك ليست الحكومة فقط هناك رؤية حكومية ورؤية لمجلس الأعلى للتخطيط خطة لإنجاز تنمية حقيقية على مستوى الإنسان على مستوى البيئة على مستوى الاقتصاد على مستوى جميع مناح الحياة في الكويت خلال هذه الفترة كما سميت خطة عشرين خمسة وثلاثين نأمل أن تكون هناك نجاحات ملموسة على وجه الأرض لكن سيد محمد هناك حديث عن قيادة القطاع الخاص لمسألة الاقتصاد الكويتي البعض كان يطالب بهذا الموضوع منذ زمن بعيد إذا ما قاد القطاع الخاص الاقتصاد في الكويت تعتقد سيكون هناك نجاح؟ لا يشك أحد في هذا كما أننا لا ننكر وجود كثير من الإنجازات خلال الفترة سواء للقطاع العام الحكومي ولا للقطاع الخاص كذلك أنجزت الحكومة كثير من المشاريع كما أنجز القطاع الخاص نعم إذا سلم القطاع الخاص بمشاركة الحكومة في أي دولة الكويت وغيرها هذه الأعمال لا يشكوا عاقل بإنجاز أفضل دعني أضرب مثال واحد فقط يحس أي مواطن سواء كان عربي أو غير عربي هذه الأجهزة النقالة التي نتداولها اليوم إذا تنظر إلى ما كان عليه حال وزارة المواصلات في كل دول بالنسبة للخطوط الأرضية كيف تسدد الفواتير وما هي الخدمات التي تعطى لمثل هذه الخطوط الأرضية وقارنها كذلك بالخدمات التي تعطى للهواتف النقالة القطاع الخاص يتحرر من كثير من القيود التي تفرض تلقائيا على أي قطاع عام على أي وزارة في أي دولة القطاع الخاص نعم يستطيع الانطلاق في الخدمات وأداء كثير من الخدمات متحررا من كثير من القيود القانونية والمحاسبية التي تعاني منها الوزارات في الدولة أنا أعتقد أن مشاركة الحكومة أي حكومة والكويت كذلك للقطاع الخاص في إدارة أي جزء من مناح الحياة مواصلات كما نجحنا في قطاع ونجح الكثير في قطاع الاتصالات ننجح كذلك في إدارة كثير من المستشفيات مثلا القطاع الخاص يديرها اليوم هناك شراكة حقيقية ما بين الحكومة عن طريق التأمين المتقاعدين ما يسمى بعافية تنجح الدول العموما تنجح وأصبحت نظام الدولة التي تسيطر على الخدمات عامة نظام بائد في كل الدول القطاع الخاص هو الذي يضمن لك حسن الأداء سيد محمد ابقى معي وريد أن ننتقل من الكويت مراسلنا سعد العنزي للحديث عن إطلاق هذه الرؤية وأبعادها إليك سعد ومزيد من التفاصيل نعم انطلقت قبل قليل انطلق المؤتمر أو الحملة الإعلانية عن رؤية الكويت الكويت الجديدة الكويت عام 2035 أي بعد قرابة عقدين من الزمن هناك عناوين رئيسية لهذه الخطة هي الخطة تتحدث عن تفعيل رؤية أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح التي تحدث عنها قبل أكثر من عقد من الزمن وهي جعل الكويت مركز تجاري ومالي عالمي أيضا هناك تحدثت هذه الرؤية بأن ما تحدثنا وما سمعته بشكل مقتضب بأن هناك ركائز رئيسية وهي سبع ركائز وهي رأس مال بشري إبداعي ومكانة دولية متميزة وإدارة حكومية فاعلة وبيئة معيشية مستدامة واقتصاد متنوع مستدام ورعاية صحية عالية الجودة وأيضا هنا ما هو الهدف من كل هذا هو تقليل الاعتماد على النفط وعلى القطاع الحكومي إذن الكويت أو الحكومة تحاول أن تصل بالكويت بعد قرابة عقدين من الزمن إلى الاعتماد أقل على النفط وأقل على الإنفاق الحكومي وتدخل الحكومي في هذا الاقتصاد هناك أيضا تحدثت عن أن هناك سبع مسارات وهناك 29 برنامج سوف يتنفيذها تقوم تنفيذها الحكومة خلال العقدين القادمين لتنفيذ هذه الرؤية ويجعل الكويت الكويت الحديثة أو الكويت الجديدة كما أعلن قبل قليل إذن هناك خطوط عريضة وهناك تفاصيل بعد قليل بعد انتهاء هذا العرض الاستعراضي في البداية الذي يشرح الملامح الرئيسية وهناك الآن الوزراء يقومون واحد تلو الآخر يقوم بدوره بشرح ما تقوم به وزارته أو قطاعه في تنفيذ هذه الخطة وهذه البرامج 29 برنامج بعدها سيكون هناك مؤتمر صحفي يعقده وزير النفط وخمس وزراء آخرين وزير الاقتصاد وخمس وزراء آخرين تحدثون عن تفاصيل عن الميزانية وغيرها بما تعلق بتفاصيل هذه الخطة إذن الكويت بعد عقدي من الزمن ستكون كويت تعتمل بشكل أكبر على القطاع الخاص وبشكل أقل على النفاق الحكومي وعلى تدخل الحكومي وعلى برامج الحكومية أيضاً الكويت بعد عقدي من الزمن ستعتمد بشكل أقل بكثير طبقاً لخطة الحكومة التي لا أعرف ستنجز أو تنجز في وقتها أو ملعواقل ستحول أمامها ستعتمد بشكل أقل وأقل على النفط إذن ما هي نسبة اعتماد على النفط بعد عشرين عام ما هي نسبة اعتماد على إنفاق الحكومة على التدخل الحكومي يجب أن نعرف أن معظم الكويتيين يعملون في القطاع الحكومي أكثر من 85% من الكويتيين يعملون في القطاع الحكومي عدد قليل يعمل في القطاع الخاص هناك برامج لتحفيز الكويتيين في العمل في القطاع الخاص القطاع الخاص هو قطاع طارد للكويتيين لأن هناك نسبة الرواتب متدنية والحكومة قامت منذ سنوات بإعطاء ما يسمى بالعلاوة الاجتماعية لسد الفراغ في هذه الرواتب ولكن أيضا القطاع الخاص ينعدم فيه أو تنعدم فيه يعني ينعدم فيه الأمان الوظيفي للكويتيين الذي يجد أنه في القطاع الحكومي يستطيع أن يعمل وأن يحصل على راتب ووظيفة مستقرة دون عناء كبير ودون خوف على مستقبله ومستقبل أولاده إذن كما قلت قبل قليل هناك ملامحة رئيسية أن تحويل الكويت برؤية الأمير إلى مركز عالمي ومالي تجاري بعد عقدين من الزمن وتعتمد هذه على التنفيذ 29 برنامج رئيسي تنفذ الحكومة بهدف التقليل على الاعتماد على النفط وعلى إنفاق الحكومة طيب أشكرك كان معامل الكويت من هناك من مقر انطلاق هذه الرؤية مرسلنا سعد الإعنزي سيكون لنا يعني تركيز الضوء أيضا في حال انتهاء الوزراء من المعطيات التي يقدمونها وكلمة رئيس الوزراء أعود للسيد محمد السبتي الكاتب والباحث السياسي سيد محمد الكويت تعتمد تقريبا 90% من مداخلها على النفط لا يوجد تنويع للاقتصاد في الكويت دول خليجية أخرى أخذت منحا آخر أيضا في تنويع هذا الاقتصاد هذه الرؤية تريد أن تنوع الاقتصاد كما تم الحديث كيف ممكن الرؤية أن تقوم بذلك أعتقد أن الأمر سهل جدا إذا سألتني كيف لهذه الرؤية أن تقوم فالمسألة لا تحتاج إلى اكتشاف العجلة كما ذكرت هناك كثير من الدول الخليجية نوعت مصادر دخلها حتى باتت هناك مصادر تعتمد عليه الدولة وعلى فكرة الكويت منذ السبعينات في عام 1976 أنشأت ما تسمى بالهيئة العامة للاستثمار التي كانت رافداً عكس النفط الهيئة العامة للاستثمار اليوم تملك صناديق سيادية تفوق ما تملكه وزارة النفط ما تملكه من مخزون النفط الكويت ليست جديدة في مجال تنويع مصادر النفط دعني أضرب مثال واحد الكويت أنفقت على حرب تحريرها من دخول الهيئة العامة للاستثمار التي أنشأت في السبعينات فلديها استثمارات في كثير من الدول وتدر عليها أموال طائلة وهناك صناديق سيادية غير مكشوفة يعلمها يعني مدرجة في الميزانيات تفوق ميزانياتها ميزانية وزارة النفط ما تتكلم عنه الخطة تنويع وسائل النفط بغض النظر على هيئة العامة للاستثمار حتى تتنوع دخول النفط حتى عند المواطنين أن تكون هناك صناعة مثلا أن تكون هناك دخول أخرى غير يعني توريد النفط ثم تصنيعه وتصديره إلى الخارج طيب ولكن سيد محمد المشكلة ليس أنا هنا أريد أن أطرح موضوع مهم تعرف الرؤية ليست فقط اقتصادية رأينا رؤى في دول الخليج هي ليست فقط اقتصادية في بعدها هناك اجتماعي وثقافي وسياسي وخارجي وداخلي في الشق المجتمعي يعني المجتمع الكويتي لم يتقبل كثير من القرارات يعني قرارات رفع الدعم وما شابه هل سيقبل اليوم الذهاب إلى القطاع الخاص ثقافة الانتاج ثقافة يعني أن الحكومة لم تعد تصرف عليه فقط هذا التغيير الاجتماعي هل مستعد الكويت له يعني دعني هنا أضرب هذا المثل حتى لو أخذت منه بعض الوقت لأنه مفيد للمشاهدة جدا نحن في عام 1995 ما ذكره الأخ سعد أستاذ سعد عندما أقرت الدولة ما يسمى بدعم العمالة الوطنية جاءت الدولة وقالت كل إنسان كويتي كل شخص كويتي يعمل في القطاع الخاص في أي شركة في أي بنك في مؤسسته في مكتبه للمحامة يأخذ دعما للعمال على واجتماعية له إن كان متزوجا أو غير متزوج ولكل ولد كما يأخذ الموظف تقريبا يأخذ راتب أنا لا أقل راتب كامل لكن يأخذ جزء من الراتب يغني عن يعني كثير من أمور الحياة كان هذا دعما للعمال وللعلم هذه الأموال ليست من الدولة هذه الأموال تأخذ من أرباح الشركات المدرجة في بورصة الكويت كل شركة مدرجة في بورصة الكويت يأخذ جزء من أرباحها لصندوق دعم العمال الوطنية حتى يشجع المواطن الكويتي للعمل داخل القطاع الخاص إما في مؤسسته الخاصة كأن يفتتح مؤسسة من بقالة إلى شركة كبرى أو أن يعمل في بنك أو في شركة صغراء كثير من الشباب الكويتي توجه إلى القطاع الخاص بعد أقرار هذه القانون لأنه أصبح معونة اجتماعية له ولزوجته إن كان متزوجا ولأولاده ثم يعمل في البنك أو في هذه الشركة ويستحصل على راتب من هذه المؤسسة أو هذه الشركة يدمجه مع هذا المعونة يكون هناك راتب يفوق رواتب الحكومة كان هذا القانون الذي خرجت به الكويت ولم تتكفل به الحكومة ولا دينارا واحدا تأخذ من أرباح الشركات المساهمة دعما لتوظيف القطاع الخاص للمواطنين الكويتيين بعد قرابة عشر سنوات هذا الكلام في 1995 في 2005 جاءت الدولة ورفعت كثير من رواتب بعض الموظفين كانت هناك كوادر للضغط الشعبي صار موظف النفط راتبه أكثر من راتب الوزير المدرسين يضافون كثير من المؤسسات الحكومية زيدت رواتبها بأشياء خيالية من المنطقي أي شاب عندما تقول لا اذهب في اشتغل في قطاع خاص تستحصل على دعم عمالة وراتب ولا تروح تشتغل في وزارة تستحصل لك على راتب يفوق راتب الوزير سوف يذهب إلى العمل في القطاع الحكومي هذا التخبط في القرارات بعد أن اتخذنا قرارا بدعم العمالة في القطاع الخاص ثم زدنا رواتب كثير من الموظفين بكوادر عالية أنا لا أقول زيادة رواتب بل هي كوادر بعض الموظفين تم هناك تسرب من القطاع الخاص منطقيا إلى القطاع الحكومي الموظف العادي في شركات النفط يستحصل على 3000 دينار 4000 دينار كويتي أكيد ما نرح يشتغل في الحكومة مع جمال الفكرة فكرة دعم العمالة وعدم تحمل الدولة سودناها بقرار خاطئ لذلك كلام حضرتك سليم قد لا تتقبل كثير من الشرائح بعض القرارات الحكومية لكنها تحتاج إلى تسويق أي خطة اليوم أنا لذلك بدأت كلامي أن هناك مزاج عام في الكويت عند الشباب ينبغي كذلك معالجته اجتماعيا نفسيا أنا كدولة وكحكومة عندما أريد أن أسويق أي قرار علي أن أسويقه في المجتمع ودافع عنه في المجتمع إعلاميا أقنع بهذا الشباب المزاج العام نعم جزء من المشكلة طيب أستاذ محمد الكويت أعلنت قبل 12 عاما رؤية لتحويل الكويت مركز مالي وتجاري لم يتحقق الكثير من ما قدم في تلك الرؤية في تلك الخطة لم تتحول الكويت مركزا ماليا أو تجاريا في المنطقة أو في العالم لماذا تعتقد ما الأسباب إلى عدم نجاح الخطة الماضية في ظني أن الخطة التنموية عبارة عن حلقة ذات تروس لا يمكن أن تنجز في ترس وباقي التروس واقفة هي عجلة تدور يجب أن تدور عندما تقول أريد أن أجعل من أيدا ولك الكويت مركزا ماليا تجاريا فأنت بحاجة إلى سهولة الدخول في البداية لأي مواطن لأي إنسان أنت عندك صعوبة في الدخول اليوم نحن نقيم مهرجان كمهرجان هلا فبراير لمن؟ للكويتيين فقط نعم للكويتين فقط وللخليجيين يعني الخليجيون يأتون إلى الكويت في أي برحلة لا يستطيع أي إنسان أن يدخل إلى الكويت سهولة دخول هذا المال سهولة الإجراءات التي تتخذ لإنشاء أي شركات مثلا اليوم كل هذه لا أريد أن أكون سلبين ولا متشائم الجهاز الحكومي يعاني من ترهل في هذه الجوانب بالتالي أنت لا تستطيع أن تجعل دولتك دولة ذات مركز تجاري عالمي أقل ما فيه سبل المواصلات هذا الذي يريد أن يفتتح شركة تجاريا أو يأتيك زائرا سائحا ألا يحتاج إلى طرق مواصلات كتكاسي أو سيارات أجرة ذات مواصفات عالمية كما توجد في باقي الدول نحن لا نملك مثل هذه يعني لذلك إذا تروس لماذا فشلنا لأننا أنا لا أقول فشلنا نحن نجحنا في بعض الأمور لكن أخفغنا في بعض الأمور لكن أيضا البعض يحمل سيد محمد الديمقراطية الكويتية بشكلها يعني الذي يضع العصى في العجلة البرلمانات السابقة مجالس الأمة السابقة يعني الكثير من المشاريع الحكومية التي يقدمت تم رفضها أو حتى يعني إثارة الشعب الكويتي أو الجمهور الكويتي أو الشارع الكويتي ضدها هل يتحمل مجالس الأمة مجالس الأمة السابقة بلا أي شك بلا أي شك ممارستنا الخاطئة للديمقراطية جزء من المشكلة أنا دائما أقول ديمقراطية الكويت فشلت يجب أن نبحث عن بديل نحن لا نمارس الديمقراطية نحن للأسف أعضاء مجلس الأمة ومجالس الأمة السابقة والموجودة حاليا وعلى مدار وجودها مارست دورا سيئا تجاه الحكومة وتجاه خطط التنمية نعم هناك كثير من المشاكل في الديمقراطية الديمقراطية الكويت فشلت ويتدفع ثمنها المشكلة أننا لا نبحث عن بديل ما زلنا نعتقد أننا يعني شعب الله المختار بسبب هذه الديمقراطية العرجاء التي نمارسها هذا لا يعفي كذلك الجانب الحكومي والجهة التنفيذية من كثير من القصور يجب أن نضع الأمور في نصابها نعم الديمقراطية أو ممارسة الخاطئة لهذه الديمقراطية جزء من المشكلة وسوء الأداء الحكومي وفشلها في النجاحات المتكررة عندما فتحتها الأبواب هي جزء كذلك من هذه المشكلة طيب اليوم أي رؤية في الكويت هي كالرؤى الخليجية والرؤى العربية والرؤى العالمية في هذا الشأن ليس بعدها اقتصاديا فقط هناك بعد ثقافي تعميري بنية تحتية ما شابه ما الذي تحتاجه الكويت في هذه المجالات سواء الثقافية أو التعميرية أظن أننا بحاجة إلى تسويق ما نقوم فيه حقيقة أنا لا أقول هذا الكلام مجاملة الحكومة الجهات التنفيذية لها انجازات عديدة وكبيرة جدا في مثل هذه المجالات الثقافية الاجتماعية بل وحتى الخدماتية في المجتمع إلا أنها تعجز عن تسويق مثل هذه الأعمال بسبب هذا المزاج العام الذي يعانيه المجتمع الكويت هي الباحث عن السلبيات فقط أنا أريد أن أضع الأمور في نصابها نعم نحمل الجهة التنفيذية كثير من الأخفاقات لكن لا ننكر أن هناك في الكويت كثير من الروافد الاجتماعية الثقافية بل وحتى الخدماتية وكل من يذهب إلى دول العالم خارج ليقارن بعض خدمات دولنا بخدمات الدول الأوروبية وغير الأوروبية يجدنا أننا لا نفرغ عنهم كثيرا أن لم نكن نتفوق عليهم أعيانا الحكومة أو الجهة التنفيذية عندنا في الكويت للأسف تحتاج إلى تسويق مثل هذه الجوانب نبدعني هنا أستذكر حادثة كنت قريب من الوفود اليمنية عندما جاءت وتقيم في الكويت وكانوا عندما أذهب بهم إلى فعالية كويتية ثقافية تقوم بها وزارة الأعلام وكأنني أدخل بهم إلى بيت مقدس من فرحهم وشغفهم بمثل هذه الحالة الثقافية التي في الكويت نحن جزء من المشكلة الشعب الكويتي والجهة التنفيذية بسبب عدم تسويق مثل هذه الفعاليات الثقافية أو الاجتماعية أو حتى الخدمية نعم طيب سيد محمد هناك رؤى في الخليج هناك رؤى رؤية الإمارات عشرين عشرين وهناك رؤية في السعودية أيضا كيف يمكن الاستفادة من رؤى دول الخليج سواء كانت في عمان أو الإمارات أو السعودية أو قطر أو البحرين أيضا هي لا يمكن الاستفادة منها بل الواجب الاستفادة منها جاوبت على سؤال قبل قليل قلت المسألة لا تعتاج إلى كثير دراسة يعني اليوم من الخطر ومن الخطأ كذلك أن يذهب أي إنسان إلى إعادة اكتشاف العجلة ليس عليك إلا تقليد الناجحين فقط ثم التطور عنهم ما قامت به دولة الإمارات من نهضة يشاهدها الجميع ولا أريد أن أمتدح المسألة لأنها أكبر من أن تمدع سواء على الناحية الاجتماعية الثقافية التنموية البنى التحتية الاقتصادية والتجارية ما تشهده المملكة العربية السعودية على الأقل في الجانب الصناعي مثلا مسألة استقرار عمان اقتصاديا وتطورها وأي دولة سواء كانت في الخليج أو غيرها ليس فقط علينا بل الواجب أن نستفيد من مثل هذه التجارب خاصة ونحن نتقارب اجتماعيا وما قد يطرع علينا فقط طرع على هذه الدول أي عائق قد يوجد عندنا فهو موجود في هذه الدول تخطي مثل هذه العائق أصبحت المسألة سهلة لأنها مجربة الواجب الواجب على أي حكومة وعلى حكومة الكويت اليوم الجهات التنفيذية الاستفادة من هذه التجارب ويعني النحو نحوها ثم التطور بعدها المسألة يعني أظنها أظنها في متناول يعني جهد الرجل العادي لذلك يعتب كثير من الكويتيين على الجهة التنفيذية عجزها وفشلها في خطط التنمية لأن المسألة لا تحتاج إلى كثير جهد ولا ذكاء سيد محمد دعني أعود إلى مسألة يعني ما حدث في السنوات الأخيرة هناك انخفاض كبير في أسعار النفط عالميا تأثرت الدول المنتجة للنفط وأبرزها الدول الخليجية هنا طرح مسألة تغيير أنماط المعيشية للناس في دول الخليج الذين يعني تعودوا على مسائل معينة الحكومة هي التي توفر الوظائف الحكومة هي التي تصرف على الناس الحكومة تفعل كل شيء هل تعتقد أنه الآن طرح مسألة يطرح الآن موضوع مسألة تغيير هذه الأنماط المعيشية الواجب طرحها يعني الواجب اليوم أن تتغير سياستنا المجتمعية نحن اليوم مثلا الكهرباء صرفنا للكهرباء وكأنه لا حساب ولا رقيب علينا في صرفها صرفنا للماء مثلا قلت مرة تعقيبا على زيادة الرسوم رفع الدعوم تغيير النمط الاستهلاكي في الكويت على الأقل عندما رفعت قيمة استهلاك البانزين مثلا لا أحد ضد رفع استهلاك قيمة البانزين في الكويت فقط فلنقف الحنفية الفساد الموجود والهدر الموجود ثم وفعل ما تشاء هناك هدر الجهة التنفيذية تقوم بكثير من الهدر في الأموال لا تستطيب بعدها أن تحمل الشعب تكلفة زيادة سعر البانزين أو غيره النمط الاستهلاكي جزء من الخلل في التركيبة السكانية نعم في الكويت أو في غيرها من الدول نحن نحتاج إلى تغيير يعني مثل هذه الأموال دعني هناك ذلك أضرب مثل حتى تتضح الصورة يعني بإيجاز جدا سيد محمد لأنه لم يتبقى وقت صرف الكهرباء للمواطن الخليجي هناك يعاني من هدر تذهب إلى كثير من الدول تعرف كيف الدول أو المواطنين يصرفون الكهرباء ويحافظون على صرف الكهرباء كانت هناك تجربة منذ التسعينات في الكويت لتركيب يعني جهاز كهربائي يشتغل بالبطاقة مسبقة الدفع حتى تعرف كم صرفت وكيف أنا صرفت طيب سيد محمد فشلنا في تنفيذها نعم أشكرك جدا على الأفكار التي قدمتها كان معي من الكويت الكاتب والباحث السياسي سيد محمد سبتي شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك